ترجمة نانسي قنقر لابلاغكم بالبسط المباشر اللي نعمله للاجابة مكانا على سؤالكم في الترو فمرحبا بكم معنا النهاردة وحسب عنوان الفيديو عندنا كارما الظالم من بينهم الاهل سواء كان احد اسرتك خالتك خالك عمك ابن خالك يعني حتى يقدر يكون الزوج او الاولاد اختيار اول حيكون الحجر العسلي دال على هيئة ورقة شجر او اول حرف من اسم الانسان اللي ظلمك من الاحرف دي الاختيار الثاني الحجر البنفسجي دا او الازرق حسب ما هو يظهر لكم في الشاشة او اول حرف من اسم الانسان اللي ظلمك من الاحرف دي اوكي نحط الاختيار الثاني على حدة عفوا نحط الاختيار الثاني على حدة ونبدأ على بركة الله مع الناس اللي اختاروا الحجر العسلي دا اللي على هيئة يعني ورقة شجر نحطه هنا اهو اول حاجة حنشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتم والطاقة العامة بتاعت الانسان اللي ظلمكم النهاردة حنستعمل كروت تعرفوها بس دي بيقولولها اه كروت ما بعض الترو يعني اه اضافها مصمم الكروت اه حاجات للاوراق اللي انتم تعرفوها يعني سابقا في من كروت اوكي الطاقة الحالية بتاعتكم انتم طاقة الانسان اللي ظلمكم اهو خرجوا بالوقتي هنشوف بالوراقتين دون طاقتكم انتم اه نسكت الكروت بالمقلوب شوفوا كده الطاقة الحالية بتاعتكم اهي التعديلات يعني اللي حصلت في اه كروت اللي هي من بين الكروت دي يعني ما بعد الترو زي ما نشوف هنا اضافوه السيف يعني ما نشوف في الارض مع التاك وهنا يعني السقر ده كمان هنا بنبص يعني يعني بنشوف يعني حاجات جديدة في الاوراق بس هي نفسها بس اضافوا بعض الاشياء فيها وسماه اه مصمم الترو ده ما بعد الترو يعني مثلا اه زي كارت المجنون في كروت ال رايدر وايد وبيمشي على حافة الهاوية ففي الكروت دي فهو سقط عم من الهاوية يعني ما بعد ترو ما بعد وما ما رأيناه في كروت ال رايدر وايد اوكي هنا عندنا ال كينغ او كبص واه عندنا ال كينغ اوف سوانت وهنا عندنا الفايف اوف وانفوانت فيها بيقول ايه بيقول ان حالتكم دلوقتي انتم مريتوا بيعني كنتم ناس يعني عندكم شجاعة وعندكم إرادة تتقدمون في الحياة يعني وتواجهون كل الصعب زي ما شوف الخيل يعني الحصن ده يعاوز يقطع النهر ده رغم أن الفارس ده يعني عنده ثقة كاملة بالفرس بتاعه وهو بيشرب من كأس دي يعني هنا اتخدعتم من أقرب الناس لكم سواء كان زوج أهل أقارب يعني من الأهل بتاعكم عامة وإنتم كنتم ناس يعني من الناس يعني اللي بتحب كل حاجة تكون في مكانها كل موضوع يكون في مكانه ما فيش حاجة يعني تكون خارقا يعني خارج نطاق المفهوم بتاعكم العام فهنا انتم غالبا سلبة منكم حقكم زي ما نشوف السيف ده ونشوف يعني التف ده في الأرض وفي وسطه السيف ده يعني الملك ده انتصر عليكم انتم بالسيف ده ويعني هو دلوقتي يعني وانتم في طاقة الانهزام دي دلوقتي وبعد ما هزمتم مع الإنسان دم اللي هو من أهلكم حصل فيه خصامة بينكم ربما يعني كان فيه إرس حقكم في الإرس أو حق أولادكم في الإرس بتاع الزوج بتاعك توفى أو الزوجتك توفت حاجة زي كده زي ما نشوف يعني هنا التاج بتاع مالك أو أمير سلبت منه المملكة بتاعته يعني انتم البعض منكم سلب منه حقه في المراس الاخر سلب حقه يعني سواء في فلوس أو حتى يعني كقيمة كإنسان كبشر كعض من الأسرة سلب حقكم من ذلك وأصبح يعني كل الناس ضدكم كل أعضاء أهلكم أو العائلة بتاعتكم وزدكم وانتم في الحالة دي دلوقتي مش عارفين يعني مرهقين زي ما نشوف الرجل ده أو الستة دي مرهقة وقاعدة في الأرض كده ومش عارفة تعمل إيه بتبص للناس اللي هما ضدها وعاوزة تتحور معاهم عشان توقف المشكلة اللي ما بينهم دي الحالة بتاعتكم دلوقتي حالة الإنسان الده اللي ظلمك شوفوا كده كنا بنشوف البنتيكل في الإيد دي بس دلوقتي في كروت البنتيكل في الأرض والحشرة دي في إيد الإنسان ده الحشرة دي في في الحضارة المصرية القديمة بيسموه يعني مش عارفة زي بقولوه بالعربية بس الفرنسيو اسمه ولوسكاغابي ده يعني هو من الحيوانات اللي كانت لها قيمة كبيرة عند المصريين القدامى يعني عند الفراعنة فهنا غالبا الإنسان ده شايف أنه يعني ما فيش هو يعني الحاجة اللي عملها عملها كويس فهو يعني عشان المادة يستعمل كل الطرق وكل الوسائل عشان يتحصل على الفائدة بتاعته سواء فلوس سواء مرتبة مرموقة وكل حاجة فهنا يعني الإنسان ده اللي ظلامكم في الطاقة الحالية هو دلوقتي يجدد يا إما طاقة سحر يا إما طاقة سلبية بيبعثها أو يتكلم في دهركم أو حاجة زي كده طاقة سلبية بيبعثها عليكم عشان يعني يأخذ أو يلهيكم بالحاجة دي ويأخذ الحاجة اللي هو عاوزها البعض منكم زي ما نشوف الكارت ده كمان الفايف اوف بنتيكل هنا عفوا الفور اوف بنتيكل هنا بنشوف الرجل ده يعني متمسك بحقه ويعني الموت ده يعني الهيكل ده بتاعي يقبلوله يعني كارت الموت يعني جاي عشان يقطع رأس الإنسان ده لمش عاوز يقف من مكانه فهنا الإنسان ده يعني اللي ظلمكم غالبا هو دلوقتي بيمر بمرحلة صعبة يا إما فقد أحد من المقربين ليه يا إما فقد شغله يا إما خسر خسارة مادية فادحة وأظن إن الفيء كارما راجعت عليه البعض منكم البعض الآخر زي ما نشوف كده فيه الملاك هنا شايفين الكروت زي تغيرت في كروت ما بعد الترو يعني ما بعد ما كانت يعني الرجل ده والستي دي اللي ممثلين يعني كآدم وحواء يعني حواء بتدي لآدم التفاح وعدالة ربنا حتقع ليه لأنه فيه وسوسة للتعبان ده اللي وسوس يعني لآدم وحواء عشان يكلوا من التفاح اللي منحهم ربنا إنهم يكلوه فهنا فيه عدالة حتقع فيه خطيئة عملت وحتقع والعدالة دي بدأت في التحرك العربة كنا بنشوفها دي الشاريو كنا بنشوفها يعني في كروت الطروق العادية البسود دي أعدى في الأرض فهنا لا وقفت وبدأت تتحرك يعني هنا أغلبيتكم اللي في الطاقة بتاع القراءة الأولى عندكم بداية كارما يعني بدأت في خطواتها الأولى بدأت في خطواتها الأولى يأما في رخيل الإنسان ده من مكان كان كويس فيه إلى مرحلة مكان مش كويس أو من مرحلة كويسة لمرحلة سيئة فيه كمال خسارة مادية فادحة وربما خسارة الأولاد أو أحد من الأقارب ليه اللي هم مقربين ليه دي كطاقة عامة بالنسبة لكم انتو اللي اتنين أوكي دلوقتي هنضمر النية بكتاب تفسير الأحلام يعني المشتركين القناة بيحبوا كتير الكارما بعملها بالكتاب وكي نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم وقل والله أكدو الصمد قم يدود بيكونوا وقفا أحد بسم الله شوفوا سبحان الله فإنه يكون سيارا في الأرض صاحب أسفار يأما الإنسان دا حتكون عنده كارما زي ما شفنا في الطاقة العامة بتاعته حاليا الإنسان دا حيتنقل من مرحلة لمرحلة من مرحلة كويسة لمرحلة أصعب منها فإنه يكون سيارا في الأرض صاحب أسفار وتكون معيشته في الدنيا شبيهة بمعيشة ذلك الوحش ومن رأى أن شوفوا كده وحشا فإنه يفارق جماعة المسلمين ويعتزلهم فالإنسان دا اللي ظلمكم غالبا يعتبر أظن كاستخارة يعتبر أنه خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم يعني خرج من الدين أو من أسس الدين بتاعنا فيما يخص التعامل مع الآل شوفوا هنا أهو مع النساء يصيب لذة في عيشة مع النساء والصبيان في كلمة بقرة مبتما أحدكم حلمتم ببقرة أصابه أو وحش أصابه لذة من النساء هنا يعني غالبا يعني تكلموا في عرضكم كتير واتهموكم في حاجات أنتم ما عملتهاش يعني اتهموكم حتى في شرفكم سيكون الإنسان دا ذليل ويذل أهو ويذل سيصبح الإنسان دا والإنسان دي ذليل غالبا البعض منكم عمل له السحر باستعمال أحد أعضاء الخنزير أو خنزيرا تحول خنزيرا شوفوا كده حيكون عنده جهود كمن تنسد علي أبواب المطالب يعني ربنا مش حيح أقله ولا طلب منه يعني بيطلب منه وتتعذر عليه الأمور حتى لا يذفر بمراده ولا يناله مرارا مع اقتضاء عمله في دنياه وغالبا البعض منكم يعني بيحس بنوع من التعب والأرق ومش عاوس مش قادر يعني من الخمول مش قادر يخرج من الفراش بتاعه وربما البعض منكم كمان عمل له سحر مرشوش في التخت يعني في الفراش أو التخت اهو بشارة كمان بقهر الأعداء وربنا يقهر أعداءكم إن شاء الله غالبا في اسم سعيد هنا أو سعيد كمان في كلمة الملكة اهو سعيد أبو سعيد الملكة فغالبا هنا البعض منكم عندكم روحانيات عندكم ملوك وجوات اهو الملكة والملك عندكم ملوك وجوات البعض منكم يعني يا إما أنتم عايشين في علاقة سلسية يا إما زوجة أب أو زوجة أب أو زوجة أخ زي كده أهي الزوجة عفوا الزوجة وغالبا البعض منه منكم زي ما قلت لكم عمل له السعر في ثيابه ويعني وجدتم إحدى الثياب بتاعكم متخرقة أهي ومن رأى أن ثيابه تخرقت يعني تقبت أو سبحان الله وقع بينه وبين أهي وقع بينه وبين قرابته خصومة وقطيعة وإحنا بنعمل نعمل يعني قراءة لكارمة أهل الظالم كمان في كلمة لا خير فيها يعني الإنسان ده مش هيكون فيه خير وحيكون إنسان مكروه أهو مكروه إنسان ده شوفوا كده زي ما قلت شوفنا في الطاقة العامة بتاعتكم يأكلوا الربا يعني أخذ حقكم من الميراث وغالبا يا إم الولد بتاعه أو الأخ بتاعه من الناس دول اللي ظلمكوا من أهلكم ابنه حيكون مخنث أو هو بحد ذاته إنسان مخنث مخنث أصاب أهو هولا وحزنا والهول مش حاجزها هايينة يعني كمان فإنه يصيب هولا وخوفا وحزن وإن شاء الله بشارة لكم قرب الفرج إن شاء الله أهو رجل غطار وامرأة لا خير فيها سقط من عال إلى أسفل فإنه يقنط من رجل كان يرجوه شوفوا كده فإنه سقط من عال إلى أسفل يا إما سيما شوفنا هنا يعني في الطاقة العامة بتاعتهم يا إما سيصاب سقوط من طابق علوي لطابق سفلي يا إما حالته المادية حتى تدهور من حالة عليا لحالة سفلية سقطته سقطا في كلام يتكلم به ربما زي ما قلت لكم الإنسان ده تكلم في عرضكم كتير وزي ما يعني كان بيحاول أنه يسقط قدركم وشخصيتكم أمام الناس ربنا يعني حيسقطه بس من النحية الملموسة مش الكلام بس حيسقط ويحصل له يعني تكسر في العظام شوفوا سبحان الله الميل لأهل الشر بسبب من يدل من يدل إليه من القرابة والمصاهرة يعني نحن نعمل قراءة لكارميل الأهل فهنا يعني قرأتم القرابة والمصاهرة أو صداقة اشتركوا في القناة شو حقا لكم الموضوع الفقرة دي عشان فيها يعني كنوع من الكارما فمن حفر أرضا واستخرج ترابها فإن كان مريدا أو عنده مريض فإن ذلك قبره يعني الإنسان دا لظلمك اللي حفر لك حفرة يعني كتعبير مجازي حيموت ويلقى ربنا وما فيش أكثر أكبر كارما ككارما بعد الموت وإن كان مسافرا كان حفرته سفره وترابه كسبه وماله وفوائدته لأن الضرب في الأرض سفر وسقم وهول وعذاب ماله امرأة أو ماله امرأة زي ما قلت لكم يعني فيه نوع من القرس أو فلوس أخذت منكم كمان دم عذريتها دم عذريتها للقمر بعض منكم اختصبت أو كان عندها يعني نوع من نوع من يعني التحرش عليها من بعض عضاء الأهل ابن خال أخ أخ يعني أب زوج أم حاجة زي كده كمان ترابه وكسبه يعني مش هيكسب حاجة في حياته يعني التراب مالوش إيمة لو نحط يعني لو نقدي لك مسلا قطعة ذهب وقدي لك حفلة من التراب كده بإيدي هتخدي إيه هتخدي الدهب مش هتخدي التراب لأن التراب مش هتعمل بحاجة فالإنسان ده مش هيكسب حاجة في حياته حيخسر كل حاجة والإنسان دي حيخسروا كل حاجة في حياتهم شوفيس كاملين فإن أهل بيته يخونونه غالبا هنا في يعني كتير يعني كلام عن المال فغالبا الإنسان ده والإنسان دي اللي درامتكم حتكون عندها يعني ضيع من النحية الماتية وحيفلسوا وحينانهم الفقر والفقر مش حاجة هينة والبعض منكم منهم كمان حي يسقط من مكان عالي أو تتحول حياته من من حاجة آآ كويسة إلى حالة مش كويسة نشوف دلوقتي امتى حتحصل الكارما دي حنستعين بكوروة إيهان حنستعين بكوروة إيهان هنا لمواد اكتوب في شهر اكتوبر هاي لمواد اكتوب غالبا بدأت الكارما دي في شهر اكتوبر اللي فات وانتم عندكم هنا آآ يعني كنس كن مخفي عليكم حا آآ يعني آآ طرق مادية حيا ربنا حيفتح لكم ببنها ان شاء الله وحيكون عندكم يعني آآ تقدم ان شاء الله في حياتكم اوكي طب ايه نصيحة الكروت ليكم اصحاب المجموعة الاولى شوفوا كده شوفوا الملاك ده الجميل اللي آآ يعني آآ يطلق يعني كده المية في الارض والارض اصبحت مزهرة بعد ما آآ خرج قوس وقزح كده هنا غالبا عندكم فرحة جاي لكم ان شاء الله يعني بدون منازع مفيش آآ كلام وراها ربنا حيدي لكم الحاجة اللي انتم بتستنوها اللي هي الكارما دي ورغم ان الكارما دي حتحصل فربنا حيديكم حاجة اخرى كمان اللي هي الساتر والهنة والحاجة اللي حتوضيء حياتكم وكنز جديد ان شاء الله حيدخل حياتكم ويعني يفرحكم اهو كارما ترجع على الناس اللي ظلموكم كمان شوفوا كده امرأة في مقدرة وشوفوا كده الشبح وراها يعني في كارما حتتبع الانسان دا اللي ظلمكم هو حيمر شوفوا يعني ايامكم انتم ازاي حتكون شوفوا ايامهم هما بدون ما اشرح الكروت واضحة انتم حياتكم حتتقدم الى الاحسن وحياتهم حتت يعني اه تروح للأسوأ ان شاء الله طب ايه الابراج التي تنطبق عليها القراءة دي مية بالمية كارت الاول برج العزراء كارت الثاني برج الحمل الكارت الثالث برج السرطان الاوراج التي تنطبق عليها القراءة التمانين بالمية برج الدلو برج العقرب برج الحوط الابراج التي تنطبق عليها القراءة ستين بالمية برج الميزان برج التور وبرج الجدي الجادي. اما الابراب اللي تنطبق عليها القراءة خمسين بالمية بورج الجوزة الاسد والقوس. الى هنا انتهينا مع اصحاب القراءة الاولى. نمر دلوقتي مع اصحاب القراءة الثانية. نبدأ على بركة الله الناس اللي اختاروا الحجر الازرق ده او البنفسجي. نحطه هنا عشان يكون على مرأة الجميع. اسبت مكانك ايو. يلا اول حاجة هنشو زي ما عملنا مع اصحاب القراءة الاولى. هنشو ايه الطاقة العامة بتاعتكم الحالية. وطاقة الانسان ده اللي زلمكم. الاحرف هنا. يلا. ما تنسوش كمان يعني في الم السابقة. اللي بيكتب اكبر عدد من التعليقات فيها اول حرف من اسمه وسنه. هنختاره في لائحة في قائمة الناس اللي هنجاوب عليها مجانا في البث المباشر معي مباشرة. بس اسمه دردشة وايجابة على سؤال واحد. اوكي. الكروت دي هي كروت ما بعد الترو اسمها كده. الكروت رايدر وايت بس ما بعد الترو حتشوفوا ليه اسمها كده. حالكم دلوقتي انتم. حالة الطرف اللي انتم يعني تستنوا الكارما بتاعته. طاقة الحالية بتاعتكم. بتقول ايه? شوفوا ليه قلت لكم الكروت دي هي ما بعد الترو. كالت التومبروس احنا بنعرفه يعني فيه تقريبا الرسمة اللي احنا متعودين عليها. بس هنا التومبروس بيدلق المية في البحر. وهنا الكأس التاني بيخرج منه حمامة. انتم عاوزين يعني انتم بتدعوا الربنا. الحق الطاقة الحالية تدعوا الربنا. تبعتولوا رسالة مع الطائر ده. على ان يجب لكم حقكم اللي يعني الصورة واضحة. حالتكم التانية. شوفوا كده. هنا فيه وهنا فيه انتم دلوقتي في طاقة عاوزين باقرب يعني مش عاوزين تعملوا اي حاجة تانية من غير يعني انتظار الكارما دي. عاوزين الكارما دي ترجع في اقرب وقت. يعني باسرع وقته في اقرب وقت. عاوزين عادلة ربنا. شوفوا هنا التامبرانس. بعت حمامة خارجة من ايدها. بس هنا السقر ده هو قاعد في الايد الانسان ده. بس مغمض العينين. انتم دلوقتي في طاقة انكم تستنوا الكارما دي. بس مش عارفين ليه ربنا حاسين ان ربنا مش شايفكم مش شايف بيكم مش اه بعد الاحيان بتقولوا يعني هو ربنا ليه ما ما جاب ليش طار من الانسان ده اللي ظلمني. هو يعني ربنا مش شايف الحاجة دي. شايفين يعني السقر ده يعني مغمض العينين. حاسين ان يعني ضعاقكم لم يصل لربنا. وانتم في حالة قلق دلوقتي ومش عارفين ازاي تتقدموا في حياتكم. وانتم في الطاقة دي. والكرمة دي لم تقع. لم تحصل. طب ايه يا حالة الانسان ده اللي ظلمك من اهلك. احنا كنا بنشوفه واقف كده مش عاوز يتماش يعني يمشي. بس هنا في كروت ما بعد الترو بعد ما كان واقف دلوقتي في حركة. هنا الكارت بتاعة الفايف اوف بانتكل وهنا شايفين كارت المجنون كنا احنا بنشوف المجنون واقف هنا بس دلوقتي يشوفو هو ازاي عامل. الانسان ده اللي اللي ظلمكم حاليا غالبا يا اما في بلد اخر. يا اما غير مكان الاقامة. يا اما هو دلوقتي بيبحث على حاجة اه غير الحاجة اللي هو فيها. عاوز يتنقل من مرحلة لمرحلة. لانه غالبا واحنا في فصل الشتاء ونشوف كده. هو دلوقتي بيمر بمرحلة صعبة جدا. بيمر بمرحلة صعبة جدا. بس بكارت الدفول هنا. زي ما نشوف كده. هو هيسقط. وساقط. اه مسك ايد بايد واحدة بس بس لاي غير مكترس بالحالة اللي هو فيها. شوفو كده يعني بيشمل الوردة دي اللي في ايده. رغم من ان الصديق بتاعه هنا ينبهه. فالانسان دا والانسانة دي اللي ظلمتكم. سبيت كم في في حيلة وفقزة وحزن حتى لو كان زوجك زوجتك. فدي من الاهل. فهنا ترككم في حالة مزرية جدا. وراحوا سبكم كده. غريبا في فرق سن ما بينكم. الانسان دا او الانسانة دي. اه يا اما يتلقى عندهم وشين او تلاتة واربعة. يتنكروا قدام الناس يعني بيظهروا نفسهم انهم لا حول ولا قوة لهم. انه الامور عندهم يعني مش كويسة. انه كده كده بس هم يعني متخبيين وراء كل ده. وكل الامور اللي حصل لهم دي اه لا يكترسون لها. مش عارفين يعني انه الحاجة دي هي كارمتكم انتم بدأت عندهم. بدأت تنطبق او تتطبق عندهم. فهم غير ملاحظين وغير مكترسين للحالة اللي هما يعني فيها. شايفين انه يعني اه هيعملوا قسارة جهدهم على ان حالة دي اللي فيها اللي هما فيها دلوقتي اللي اسيتهم الكارما بيها. حتيتغير يعني بعد يوم اسبوع شهر كده. ما عندهمش فكرة ان الكارما دي ربما حتطول في الزمن. حتطول في الزمن. اه هتغير حياة ما صار حياتهم الى الاسوء. اوكي. طب حنشوف دلوقتي بالكتاب ربما حنشوف يعني ايه نوع الكارما اللي هتحصل لهم رغم انه هنا. هنا بنشوف انه الانسان ده هيخسر حاجات يعمل حدثة. وهنا يخسر اه بيته او اه ماله او يعني الارض بتاعه او السيارة بتاعته. في حاجة حتخسر خيخسروها الناس دول اللي زلموكم. اوكي. حنشوف دلوقتي بالكتاب. ايه نوع الكارما اللي هتخرج على الناس دول. بسم الله الرحمن الرحيم. كلو الله احلا والصمد. استغفروا الله. سبحان الله شوفوا كده. خير لمن اصاب منه شيئا. لمن اصابه منه شيئا. يعني انتم اصبتم بحاجة مش كويسة. خير جايلكم ان شاء الله. اهو كلمة كمان. الحاكم. فربنا يستجيب دعائكم وسامع لدعائكم. دعائكم. شوفوا هنا. لا يحصل له في تجارته الا الغم والعناء. خاصة الناس اللي اه اه ربما الاهل بتاعكم يعني اه اخدوا حقكم في المراس. او اه كنتم في تجارة معهم اخدوا حقكم. حاجة زي كده او يعني الاهل بتاعكم دول عندهم نوع من اه عندهم مطجر تجارة اه دكان كده. فهم سيننون الغم والعناء. سبحان الله. شوفوا كده. الشرور والخصومات والحرب والتفريق المجتمع. ربما عملوا لكم سحر التفريق. واختلاط الحلال بالحرام. وصرف الربع. وعدم قضاء يعني اه مش صرف الربع. اه. وعلى التصرف بالربع. وعدم قضاء الحوائج. كل الحاجات دول اه يعني كسفة في الانسان اللي لظلمك وكمان ككرمحة ترجع عليه. سيصابوا بمرض. غالبا اصيبتم بس يعني شوفوا هنا شراب مرضا شراب شراب شراب. يعني يعني عندكم سحر مشروب. الاشربة. اهو. بسبب مرض يعرض لهم ويسترهم. يستر يسترهم الى شربها. يعني عندكم سحر مشروب. اهو كمان. عندهم كمان علة. علة. في المعقل للبطن. علة. في المعقل للبطن. غالبا هيكون عندهم اه اما ورى. يا اما السرطان في المعدة. الكبد. سرطان في الكبد. سدد في الكبد. اهو كمان يعني بلاء النساء. ويعتبرون الناس دول اللي ظلموكم ككفران النعم والرد عن الدين. اللي خرجوا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وغالبا هيساعدكم انسان رجل نفاع او. رجل نفاع. يعني انسان فيه منفاع. شرا وريبا. يعني كما 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 زي ما عملو لكم الناس دول سيعمل بهم. بس البعض منهم حي عنده سرطان. حيكون عنده سرطان في الكبد. والبعض الاخ سرطان في المعدة. غالبا عند انتم بتسكنوا قربا يعني اما امام اه مقابل باب المسجد يا اما قرب المسجد. اهو باب حانوت باب البيت باب الحانوت باب المسجد. الحانوت يعني الدكان. ربما البعض من الناس اللي اه اللي ظلموكم سبب عدم وقوع الكارما انه الانسان ده تراجع او اه تراجعا ما فعمله وتقرب لربنا يعني اهتدى بربنا. شوفوا كده يدل على الهداية. يدل على الهداية. يا فين? اه يدل على الهداية. بس ربنا هيحسبهم يعني بعد الممات. فيه نهر وفيه بحر. فيه غرق. يا اما حيغرق في البحر. يا اما يعني بشرب الماء. حيتحصلوا نوع من الشرجة كده. هيشرك. مش عارفة زي بقولوها بالبلدان الاخرى جزائين احنا بنعرفها. من فضلكم الناس اللي بتقالي عرف تترجم الشرجة بكيل واحد يشرك. الشرجة دي حتوقف النفس عنده يعني حيتغم بعدين حيتوفى. البعض منهم يعني مش حيتوفى. هيعملونه نوع من طقب في العنق عشان يقدر يتنفس. حيعيش حياته كاملة كاملة بهذا يعني التقب ذا. ليه لان الانسان ربما دائل لظلمك كان يقول لك كلام كان يقال يقول عنك كلاما قبيح. كلام قبيح. اهو. عذاب يصيبه. يرميه بكلام سوء. كانوا الناس دول يعني بتكلموا عليكم بطريقة مش كويسة بكلام مش كويس. وحيحصل لهم كمان يحرقه. اهو يحرقه. حيكون عندهم حد ساوي تحرقوا. يا اما في في البيت يا اما في العربية. اهي. النار. وربما اهي. الشرر على سوء الاعمال من موجبات النار. وشررها وشررها اعاذا لله وثعال منها. حيحرقون من الوجه. احرق الوجه في الوجه. الحرق حيكون عندهم في الوجه. حيكون عندهم هول وهم. وربما اه احد يا اما انت او انت تشتغل في الشرطة كشرطة او شرطية او احد افراد عيلتكم شرطة او شرطية يستعمل النفوض اه ضدكم. اه قدر يكون زوجك عنده نفوض اه من الشرطة او حاجة زي كده من الحكومة. اهو كلمة شرطي. اهو الشرطة. سينالونه سينالون فزعا وحزنا وعذابا وخطرا وخطر ذو سلطان شرير. وذو كيد وسوء من الهواء وذو اه ناب من السباع. يعني الانسان ده هيحصل له حاجات مش كويسة يعني كبيرة جدا. في هنا عهود وقع بينه وبين رعيته عهود وشروط. غالبا اذا كنتم عاوزين الكارما دي تتحقق يا اصحاب المجموعة التانية. مخلصتش مش حاجة لك الكتاب. اه اذا كنتم عاوزين الكارما دي اه تتقع يعني بوجود الكلمتين دي عهود ووعود اه اخرجوا اه صدقة اخرجوا اخرجوا الصدقة عشان اه تقرب الكارما دي للناس على الناس دول اللي ظلموكم. البعض منهم اه حبس. انده حبس. حبسة. يعني حيدخل السيجن. وغالبا الناس دول يعني وقعوا وقع في الشرك ووقع في مكر. يعني بشيء لكم ربنا بيتعاملونا بالاسحار والحاجات تيه. نشوف مرة تانية. يلا. سيذهب ماله كله. ذهب ماله كله. هيخسر كل حاجة في ايده. نقرأ مرة تانية. يعني ان الانسان ده او الانسان دي في اماراتي. اه امرأة. اه امرأة. زوجة. غالبا من الرجال هنا اه اه امرأة. زوجتك او اختك او زوجة اخوك او زوجة ابوك. والعكس صحيح للستات. في اسم مهدي. له سبحان الله قلت لكم امرأة. رجل الناسك امرأة ساحرة. قلت لكم عندكم سحر. عمل لكم سحر. انتم من الناس انسان عابد مشتهد. ظال محروم. يعني انتم من الناس اللي تعبدوا ربنا وكل حاجة وتخافوا. يعني تخافوا ربنا انكم تعصوا ربنا. بس دايما رغم القهر اللي تقهرتوه والحزن اللي حزنتوه. فربنا دايما يعني ادلكم عندكم نوع من الايمان والخشوع. الخشوع ده لي مش من القهش عند كل واحد. وربما البعض منكم من الناس مش منكم من الناس الضلموكم دول يا اما اصيبوا يا اما سيصابون بمرض الكورونا. اهو الخفاش. اهو الخفاش. اما اصابوا يا اما سيصابون بمرض الكورونا. قررت. امرأة ساحرة. اهي امرأة ساحرة. استغفر الله. قلت لكم شوفوا كده الصدقة. اخرجوا صدقة. والصدقة الخفية. اهي. والصدقة الخفية. حيكون عندكم مال وبركة وطول حياة وقلة لهو. وقصرة مال. ان شاء الله. والصدقة. واضحة. ساعة. وغالبا الانسان والانسانة دي عندهم يعني الاسنان بتاعهم تظهر زي ما لو كانت متسخة او فيها يعني لون مش ابيض مش كويسة او لا يعتنون كثير بالاسنان بتاعهم اهو كاشارة وسخ الاسنان وانتم اهو كفال ان الكار ما حترجع فكأنه يفرج الهمومة عن اهل البيت ان شاء الله في اسم المهدي المهدي اهو رجل يأكل مالب اهل بيته وحيكون عنده يعني زي ما لو كان سرطان اللثة او التسان او الحلق حق زي كده شوفوا كده يا اما ضعت لكم حلي قلادة عقد او قرد او خاتم فالناس دول اللي انتم عارفين هم والعندكم احساس انهم هم اللي ظلموكم هم الذين سرقوا لكم حاجاتكم هذه وخاصة خلخالا من ذهب او خلخالا من ذهب انا كارمن واهو الكرماني وقال سبحان الله وقال الكرماني وانا كارمن وربما كان الذهب من كان الحلي من الذهب المنقوش المخرق وبشرة كويسة لكم حصول معاش وكسب ان شاء الله ربنا يفرجها عليكم نشوف دلوقتي ايه هي نصيحة الكروت لكم ما هي نصيحة الكروت لكم هنا بيقول له الكارت ده بيقول لكم ايه المرأة دي مستلقية كده بتبص الوشها وهي في الحديقة الوحدة وتستمتع بالاعتناء بنفسها هنا الكارت بيقول لكم حاولوا انكم تعتلوا بنفسكم وتبصوا الحياتكم تحطوا الكارما دي في اضربنا سبحانه وتعالى وتبدأوا انكم تهتموا بنفسكم لان غالبا البعض منكم لا يريدوا انه يفكر في حاجة اخرى غير الكارما زي ما شفنا في الطاقة العامة بتاعتكم فالكارت ده بيقول لكم اعتنوا بنفسكم وحاولوا انكم تجديدوا الطاقة بتاعتكم من الطاقة السلبية الى الطاقة ايجابية حاولوا تعتنوا كمان بالجسم بتاعكم وبالمظهر بتاعكم يهو سبحان الله شوفوا كده انتم وشوفوا يعني الكارت بتاعكم ازاي حامل بيقول لكم يعني اعتنوا بنفسكم والكارما حتيجي حتيجي تيجي لان الانسان اللي ضلمك شوف كده بيتو متكسر حزينة فقدت كل حاجة وقعدة تبكي فهنا انتم هتفرحوا وهما هيحزنوا الناس اللي ضلموكم ان شاء الله طب امتا حتحصل الكارما دي هنشوف الكارما دي امتا حتحصل اكتر اتراكسيون فاتال اتراكسيون فاتال يعني انجي جاذبية ما فيهاش سلا فاطاليتي يعني ما فيهاش يعني نزاع او حتحصل الحاجة دي يعني مقدرة اتراكسيون فاطال يعني حاجة يعني هتكون مقدرة والحاجة دي هت يعني مقدرة وكمان يعني اكتبوا لي فاطال معنا بتاحها بالفرنسا وبالعربية يعني بعض الاحيان ما لقاش الكلمة بالعربية تفسيرها يعني عهود يعني عهود يعني بتكون كويسة جدا ليكم تنتاتيف دي بخي هنا ردوا بالكم حيكون فيه ناس حيكون عاوزين يطلوكم بحاجات غير واقعية او غير ملموسة امتا بعد اتناشر يوم من سماعك لهذه الكارمة لهذا الفيديو هتبدأ اول بوادر يعني الكارمة دي للناس اللي دلموكم ان شاء الله طب اي الابراج اللي تنطبق عليها الكارمة دي او القراءة دي مية بالمية من هي الابراج اللي تنطبق عليها القراءة مية بالمية برج العقرب برج القوس برج الميزان القراءة تنطبق عليكم مية بالمية برج التور برج التلو برج الجادي تنطبق عليكم القراءة تمانين بالمية برج الحوت برج العزراء وبرج الحمل تنطبق عليكم القراءة ستين بالمية برج الجوزاء الاسد وبرج السرطان تنطبق عليكم القراءة خمسين بالمية الحمل عفوا مش الجدي الحمل وهنا تنطبق يعني الاسد والسرطان والجوزاء تنطبق عليكم القراءة خمسين بالمية ربنا يفرحكم ان شاء الله ويشرح قلبكم دمتم في راية الله وحفظه وإلى الملتق مع السلامة